هروح لأخبار فرقتنا وزي ما حضراتكم شايفين في الملعب كده الفريق أنا عايز أقف مع تصريحات موسيماني النهاردة شوية خليني أقولكم أنه رغم أنه عينة موسيماني إجابية لكنه عمل محاضرة فنية قبل ما لعيبة تسيب الفندق بالفيديو كونفرنس يعني في زمن الكورونا كل شيء ورد ورد المحاضرة الفنيات الفيديو كونفرنس وما فيش ما يمنع منه كمان يكون بيتابع التمرين أونلاين يعني حد فتاح له الكام وهو قعد بيتفرج ويتابع لعيبة ممكن يكون بيقول توجيهات كمان لكابتن سامي أمصان أو حاجة لكن في النهاية الرجل تكلم وقال تصريحات مهمة جدا هقف مع أهمها لحضراتكم واحد قال طبعا أنه سعيد طبعا بمشاركة تاني مرة على التوالي مع النادي الأهلي في كاس العالم الأندية وقال ده الطبيعي الأهلي طبعا حد تعبيره هو شخصيا لأهلي براند كبير جدا ويستحق أن يمثل مصر ويمثل قارة إفريقيا في أكبر البطولات الدولية قال إحنا مش جايين نهزر قال أنا عندي لعيبة مؤمن وواسق تماما في قدراتهم ومش جايين عشان نقدم أي أعذار رغم كل الصعبات اللي بنواجهها لكن إحنا مش راحين البطولة دي عشان نقدم أعذار للجمهور إحنا هنقدم ونكافح لغاية آخر لحظة وهنكتب تاريخ جديد في بطولة كاس العالم الأندية في نسخة أبو ظبي وقال كمان ودي بقى النقطة الأهم يعني أنا الحقيقة بشوف أنه أحد أفضل يعني إمكانيات أو بصمات موسيماني كمدير فني مرتبطة قوي قوي بقدرته على قرية الخصم السيناريوهات يمكن أنت كأهلاوي ما تعودتش ده في الأهلي يعني إحنا في الأهلي تعودنا أن إحنا نلعب لعبنا أن إحنا نلعب كورتنا ومهما كان اسم الخصم لكن موسيماني مش من المدرسة دي قوي موسيماني بيفصل طريقة وإسلوب لكل مباراة بالذات في المطشط الكبير وهو حاضر دايما يعني محدش يقدر يفتكر لموسيماني إخفاق واحد في المباريات الكبرى في مواجهة اللهم باي ميونيخ وده باي ميونيخ ومع ذلك قدم عرض كويس بالمناسبة يعني لكن في النهاية عايزة أقولكم أنه الراجل بيقرأ كويس قوي المنافسين وبيعرف يحط الخطة وبيعرف يكتشف الصغرات قبل المطش وجوه المطش ودي واحدة من أكتر الحاجات اللي بيتماز ميستر موسيماني في حاجات تانية ممكن ما تعجبكش في حاجات تانية ممكن تبقى مصار جدل نختلف نتفع عليها دي قصة تانية لكن هو قال أنه مذاكر مونتري كويس جدا ومقري لعيبته كمان الفرقة بشكل كبير وهو بيحترم الفريق وعرف أنه فريق عنده إمكانيات محترمة جدا وده بجد مونتري يا جماعة يعني ما تعتقدوش أنه يعني منافس قليل أنا بشوف مونتري في نفس مستوى بالمراسة يعني ممكن بيقى أقل حاجة بسيطة منه لكن ما هواش بعيد يعني ويمكن الغيابات مش هتبقى مؤثر قوي يعني آخر المستجدات بتقولي أنه الغيابات مش هتكون مأثرة أو عامل مؤثر مع فريق مونتري فالرهان ده ما ترهنش عليه لكن في النهاية أنا عندي لعيبة محترفة وعندهم فرصة كبيرة جدا لإثبات ذاتهم وإن شاء الله بإذن الله نقدم حاجة بيحلم على حد تعبيره بيحلم بتحقيق ميدالية بلون جديد يعني مش برونز يعني دهب أو فضة وإحنا هنكون طبعا لو فضة يعني ده لقطات لوصول بدر بنون اللي يمكن نتواصل طبعا مع كابتن سيد عبد الحفيز هو برى البطولة يعني هو موجود في الملعب مع الفرقة لكنه برى البطولة برى حسابات البطولة لكن هو طلب من كابتن سيد أن يكون موجود مع البعثة في الإمارات عشان يدعم ويأذر زميله وكابتن سيد استجابه عشان كده بدر بنون موجود مع فرقتنا إن شاء الله في أبو ظبي عشان يدعم نجوم النازي الأهل